أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي سعي الدولة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة للأهالي بالقرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة جاء ذلك خلال لقاء مدبولي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر طلعت وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الوزارة حيث أشار الوزير إلى جهود تطوير شبكة الانترنت من خلال مشروعي سهم وحياة كريمة سعيا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة في هذا الإطار موضحا أنه من المستهدف نشر خدمات الألياف أو الألياف الضوئية وزيادة عدد المنازل المربوطة من 180 ألف منزل مشترك حاليا إلى 7 ملايين وخمسمائة منزل خلال خمس سنوات فضلا عن مد كابلات الألياف الضوئية لأكثر من 3 ملايين منزل ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة